السيدة محمد أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ وحضرتك طيب وبصحة وبسلام الله يخليك يا فندم اتفضل يا حضرتك اقول له حضرتك يا فندم اتفضل يا حضرتك ماشي لا سمحت انا دوقتي ام الاولاد وعندي البيت لمؤخذة كل واحد شقيته فيه وابني فيهم وواحد ابني فيهم ما بيكلمنيش بقاله شح غير اللي خصم من المعاش وقاعد في السعيد وبعدين ده بيخلي امرته تخمرت علي وضربتني اعوذ بالله اعوذ بالله انا مردتش عليها يا شيخ طيب وزا امرته اخوها لظهرها وما تعرفش فيه ايه انا عايز اعرف ايه الموضوع بتاعه ده عايز ايه بالضبط قلت يا ابيه البيت بس اشيل حضرتك اعمل ايه اجاوب اجاوب حضرتك يا حاج اتفضل حضرتك كيف عندنا اول حاجة انت لازم تعرفي ان ابنك خلاص ما بقى الزغير عشان تروح تراضيه فتبعيله البيت انت اعملي اللي فيه المصلحة احنا لازم واحنا بنكلم الناس لازم يكون فيه حالة من حالات الاتزان لان بعض الناس بيفهموا ان اولادهم شرعا وهم كبار كده ومسؤولين عن بيوت لازم هم يضحوا ويعملوا كل حاجة عشان اللي بيسرخ فيه قانون كده بيعملوا بعض الناس كده الام لا ترضع الا الطفل الذي يبكي الذي يصرخ مش معنى ان هو بيصرخ يعني ان هو يبقى اكثر اولادك استحقاقا فانا بدعوك اول حاجة الى الرشد ان انت تبقي رشيدة وانت بتتعاملي مع الملف ده لان ممكن بعض الاولاد للأسف بعض الاولاد للأسف بعض الاولاد للأسف بيبتزوا اهلهم عاطفيا انا هضعلكم انا هتهلكم انا عامل كده فيمتص اهلهم كلهم ويتحول الى بير ملوش قرار يأذي كل اللي حواليه وهو في الاساس محتاج يتهذب وساعات محتاج يتعالج نفسيه فرأيي اذا كان هو خلى امراته تضرب حضرتك يا ربنا يحفظك وبعد الشر وهذه كبيرة ويه نوع من انواع سوء الخلق يعني المبالغ فيه ان واحد يسمح لزوجته ان هي تضرب امه ده ملوش علاقة ابدا باخلاق هذه الامة فلذلك لأ انت ققف وصاد كل ممارساته اللي فيها سوء الخلق ده بتقولي لي اعمل ايه ما تسمحلوش ان هو يعمل كده ما تسمحلوش ان هو يتعدى على اخته ويتعدى على مرات اخوه او مراته تتعدى عليك ما تسمحلوهوش لا تستجيبي اول حاجة لا تستجيبي بتعملي ايه اول حاجة لا تستجيبي لكل ده ولازم تفهمي ان هو اللي خسران مش انت اللي خسران طب نعمل كده ليه لان فيه اولاد بتتمادى الاولاد بتتمادى ايه اللي حاصل هم بيعتبروا ان هو عنده ام ممكن يحصل منها على شيء وهو حياته بايزة فما يحصل عليها ما تبيع البيت يعني طب اخواتك او هي ما يسيبها عشان تنتفع ايه يعني ويبقى عنده كم من الانانية وسوء الاخلاق لا يعلمه الا الله فانا بقول لحضرتك اول حاجة لا تستجيبي لده وكوني رشيدة كوني حكيمة وانت بتتعاملي مع الامور هل معنى كده ان هو لو محتاج انت ما حاجتليش عن احتياجه انت حاجتيني عن خلقه وتجاهك وتجاه باقي الاسرة بتقول لي ايه اللي عمل فيه كده في بعض الاحيين بعض الناس ما بيقدروش يستجيبوا للحياة فيتحولوا للأسف الى ناس ممارسين للعنف وبعض الاحيين بتحولوا الى بلطغية فتعملي ايه يبقى اول حاجة لا تستجيبي تاني حاجة ادعيله في كل سجدة من سجدات صلاتك في كل سجدة عندك 34 سجدة ادعيله في كل السجدات بتاعت صلاتك كلها 17 ركعة ادعيله في كل سجدة من سجدات من سجدات من سجدات صلاتك ادعيله تالت حاجة لازم تعمليها ان انت دايما تفهمي ان رسالتك معاه ودورك معاه مستمر حتى لو انك انت اعتمنعيه من ظلمه ومن سوء معاملته لاخوته ومعاملته لك التالت حاجات دي لازم تعمليهم عشان تبقى مرتاحة وبتقوم من بدورك الايجابي حاجة ممحمد يا سادة خلوا بالكم من اهليكم اهليكم دولة سبب رحمة ربنا اهليكم دولة دون النور اللي في حياتنا يا رب نور حياتنا دايما بيحبنا للوالدين عشان يكونوا كمان باب من ابواب حبنا لك يا رب